أعلن الجيش الوطني أن ستة موانئ بحرية باتت تحت السيطرة وتخضع لإدارة السلطات المحلية في عدد من المحافظات وأوضح المتحدث باسم الجيش العميد عبد المجلي أن القوات استعادت السيطرة على عدد من الموانئ والتي كانت تمثل قوة إمداد للانقلابيين بالأسلحة والصواريخ وأجهزة الاتصالات ومعدات عسكرية أخرى وأشار إلى أن الميليشيا لا تزال تستخدم ميناء الحديدة والصليف كخطي إمداد لافتني لأن القوات ستقطع جميع خطوط الإمداد البحرية عن الميليشيا